أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند نسبة 95% في عام 2022 وفي سياق المتصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصدرات والوردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات إشهادات دولية بصلابة الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها أكبر اقتصادية العالم إشهادات جنتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته خلال الفترة الماضية وجهود التنمية على مختلف المحاول والأصعدة آخر تلك الإشهادات والتوقعات الإيجابية جاءت على لسان صندوق النقد الدولي الذي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 95% في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% الصندوق توقع في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموا بنسبة 4.8% وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفدوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات حيث يواصل الميزان التجاري تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية وخلال استعراضه أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021 أشار المركز الإعلامي إلى أن الميزان سجل 39 مليار دولار وثمانية ملايين عام 2021 و41 مليار ومليون دولار عام 2020 وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات بنسبة 47.3% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بشهور ذاتها من عام 2021 بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8% في الفترة ذاتها هكذا أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفا قوميا واستراتيجيا تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية ترجمة نانسي قنقر